الكثير من حضراتكو بعتلي وقال لي احنا عايزين نعرف برامج التسميد اللي نمشي معها مع مختلف النباتات وان شاء الله رب العالمين هكلم حضراتكو على الموضوع ده طبعا لان ده الاساس في زراعتنا ازاي نغز نباتنا وازاي نديله التسميد بصفة عاملة طيب هو المشكلة في ايه بقى مع حضراتكو ان شاء الله ما فيش اي مشكلة خالص ان شاء الله رب العالمين اه النهاردة هتكلم مع حضراتكم نبدأ كما تعودنا دائما الاول رب شرح لي صدري وياسر لي امري واحدة من لساني يفقه قول انا بحضراتكم في صباح جميل نهاردة الخميس 14 سبتمبر في صباح باكر كده ان شاء الله رب العالمين وبنبدأ يوم جديد بعد صلاة الفجر طلع نروينا نباتنا هكلم حضراتكو عن الموضوع اللي حضراتكو سألتو عنه كتير جدا 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 كتير من المتابعين قال البابينو اللي عنده حضراتك بتسمده ازاي البلا كبيري بتسمده ازاي الفلفل الخيار طيب انا هدل حضراتكم نهاردة لين رئيسي كده ان شاء الله رب العالمين لمعظم النباتات اللي يعني او التسميد اللي يصلح مع معظم النباتات وبعد كده مع حضراتكو همشي نبات نبات ان شاء الله من النباتات الموجودة على الاسطح عندي او اللي عندي على السطح واللي عندي حضراتكو وحضراتكو عزين تعرفوا عنها ممكن بردك هنفرد لها وقت نتكلم النهاردة بصفة عامة عن مراحل التسميد المختلفة في النبات من اول معمله شتلة او بزرة لحد ما يكون عندي صمرة وياريتها جماعة تهتموا بالفيديو ده ان شاء الله رب العالمين هيفيدكو كتير كتير ولو حضراتك اول مرة تشوفني انا احمد وحشيش في قناتي ارضنا على السطحنا ان شاء الله رب العالمين هتشوف حاجات جديدة وانفيدة واشترك معنا ان شاء الله هتستفاد كتير جدا جدا بنحاول بقدر المستطاع ومتابعين الاعزاء ما تصنعش يا جماعة من الدعم باللايك ومشاركة الفيديو عشان اللي حابب يعرف الموضوع ده يستفاد من هذا الفيديو يلا يا جماعة كده كما تعودنا ان شاء الله رب العالمين هنتكلم وحنا بنتجول على سطحنا نتكلم على مراحل التسميت ايه لحضرتك المفروض تتابعها مع نباتاتك بصوا يا جماعة صلى الله عليه وسلم طبعا دي الشتلات حضراتكم وكلمت حضراتكم فيها دي الشتلات عندي ان شاء الله هنقلها بقى وهزرعها معمولة في الصينية لحضراتكم الفيلة دي تعالوا هورر لحضراتكم المراحل كده مختلفة للنباتات عشان تعرفوا انت هتمشوا ازاي شجرة الفلفل دي كنت زرعتها مع حضراتكم في فيديو سابق بصوا يا جماعة نصلى على الحبيب عشان دايما قلبنا الطيبة جماعة بسم الله ما شاء الله هزي الفلفل دا كنت زرعتها مع حضراتكم من ثلاثة يام بس ما شاء الله لكوة اللي بلا شوفهم ده زي اللي كان مزرعه في الصينية بصوا قوة الشجرة عامنا ازاي طيب انا في مراحل النمو دي اللي حضراتكم شايفينها دي هسمده بايه انا بعد الرية الاولى بصوا حضراتكم انا رويب بقالي يعني دي تلاتة يام دا الرابع بصوا التربة عاملة ازاي جماعة تربة عاملة ازاي لسه مش هروي لوقتي خالص بس هتلاحظوا ان ما شاء الله لكوة اللي بالله التربة بتاعتها عاملة ازاي مش جامدة ومش لزقة ومش يعني ايه تكوين المثال بتاعها نخلي التربة زي الحنة مع النبات النبات اه شغال فيها كويس طيب المهم نرجع عليه التسميد واحنا في مراحل التسميد دي ان شاء الله رب العالمين مع اه احتياج النبات لأول رية ايا كان يحتاج ايمتها جماعة هروي الاول بيق بمبيد فطري يعني ايه مبيد فطري حضرتك هتسأل فيه اي صدلات زرعية او اي محل بيبيع مبيدات واسمدة هيدليك مبيد فطري للتربة طب ليه عشان لو انا عندي اي مشاكل في التربة بتاعتي فاول رية يا جماعة تقوم تضيل على اي مشاكل اعفان اي مشاكل في رطوبة في التربة بتزبط لي النبات يبقى دي مع اول رية للنبات تماما طيب اه لو حضرتك اه بعد اه رية الاولة لو حضرتك بس اقول بردك لو انتو المبيد الفطري مش عايز تشتريه او مش حابب تشتريه او مش موجود عندك البديل بتاع ايه حضرتك البديل بتاع المبيد الفطري ده اه عندك من على اه في بيتك والحاجات دي ان انتو حضرتات ممكن تجيبلي قرص ريفو سبرين وهتصحقه لي بودرة وهترويبه الراية الأولى والراية الأولى بتختلفها جماعة من زي ما نقولت مئة مرة من نوع التربة المستخدمة الجو اللي موجود حواليا ما قدرش أقولك روي بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة انت واحتياج النبات القدام ما لقيتش سبرين وصعب ان انت تجيبه هقولك البديل التالت ممكن حضرتك تجيب لي صبار أوليفيرا وتاخد لي الجيل بتاعه وترويلي بأول راية تروي بها النبات يبقى دي المرحلة الأولى من النبات بعد الشكل طيب هتعامل مع البزور بنفس الوضع له عندي بزور بص جماعة برضك ده الجرجير كنت زرعته مع حضراتكم ما شاء الله لأقوة إلا بالله هذا الجرجير كان مع عمره عشرين يوم بس وده كنت زرعته مع حضراتكم وبردك ده في نفس السن عشرين يوم ما شاء الله عمل ازاي الملوخية نفس الوضع دي اللي معموله بالبزور أنا وررت حضراتكم المزروعة بالشتل ده المزروع بالبزور المزروع بالبزور حضراتكم ده نفس المعاملة أول راية يا جماعة أول راية يفضل أن أنت تضيف لي مبيد فطري معها عشان أطهر بتربة وتبقى التربة كويس وقلت لك أنا عندي بديل واثنين للمبيد الفطري المرة الثانية والثالثة ممكن تستخدم هبوب الاسبرين أو تستخدم جل صبار الأوليفير حال وكذا تمام طيب مشينا مع النبات بتاعنا والنبات بتاعنا كبر شوية يعني وصلنا مثلا لمرحلة زي شجرة البلاك بيري دي في المراحل دي كبه بص حضراتكم يعني وصلنا للمو هنشيل الورقة ديت عشان أثناء الرباط اتقطعت مننا هنشيلها عشان تباين بص جماعة البرعم الجديدة اللي جاية اللي بيباين قوة الشجرة عندك التماددات أو البرعم اللي جاية من النبات يباين لك قد إيه انت ماشي صح طبعا ده أنا عمل محمل تحته نعناع والنعناع ده من النقل العمار جماعة المهم من يرجع لكلامه دخلنا في مرحلة بقى تكوين المجموعة الخضرية بشكل كويس كبرنا شوية في النمو دخلنا في المرحلة دي هندخل ايه بقى معنا هندخل يا جماعة أنا هكلمك دلوقتي على السماد الطبيعي الأقرب للطبيعي في استخدامه والسماد البديل بتاعه اللي احنا بنعمله منه على سطحنا بدون تكلفة تمام في المرحلة دي حضرتك هتقوم عمل اللي تستخدم لي لو عندك NBK متعادل 20-20-20 هتستخدمه مع النبات من اول ما يتكون مجموعة خضرية كويس تمام المجموعة الخضرية يتكون والشجرة بقت كويسة لقيت في عندك مثلا اي اسفرار اي حاجة هتزود لي عنصر البوتاسيوم البوتاسيوم في التسميد عشان يزود لك الاخضرار بتاعه برضك لقيت في اسفرار مستمر مع نباتك او نباتك في بعض المشاكل حضرتك هتقوم مديني رشة حديد مخلابي والحديد ده يبقى ادها مش ادتها ولازم زي ما نقول لك لحضراتكم ان يكون النبات كون مجموعة خضرية يستحمل الرش ان انت حضرتك هتعمله عشان ما تخليليش النبات لسه في مراحل النموه الاولى وتستخدم لي سماد يعمل اثر عكسي معا تماما جماعة احنا ماشيين كده مع بعض وصلنا للمجموعة الخضرية يتكون والنبات بقى كويس استخدمنا الان بي كي المتعادل عمل ما عندنا مجموعة خضر كويس قول جزور كويس بقى معا طيب يا سيدة انا مش قادر اشتري الان بي كي وانت قلتلي انت عندك بدين وبتعملها ارجع لفوديوهاتنا حضراتكم اتراجوا ان انتو حضراتكم في المراحل النموه الخضر دي حضراتكم انا عملت مسحوق سائل الزهب اللي هو استخدام الكمبوست الحيواني المتحلل اللي هو بقايا زرق الحمام او اللي جاي من فضلات الابكار والجموس وخففته يا جماعة واستخدمت طريقة ياريت حضراتكم ترجعوالها عشان تكون سميات نظيف جدا مفيد جدا بطريقة رائعة ان شاء الله اسمه سائل الزهب في فيديو لنا ممكن تستخدمه في مراحل النموه الخضرى ما بين النموه الخضرى والتنزير والاسمار معايا؟ طيب استخدمت سائل الزهب واللقيت النبات جاب مجمعه معايا خضرى جميل جدا عايز احط بوتاسيوم بقى ما تقولي انت عايز انبكيه على البوتاسيوم تعالوا انا عملت معاك وحضراتكم تلات فيديوهات لاستخدام الموز استخدمت مع حضراتكم الموز في الخميرة وعملنا موز الحليب مع حضراتكم وجاب نتيجة مبهرة الموز مع الخميرة وبعد كده عملنا مسحوق الدم بالزبادي وعملنا فيه مسحوق الموز مع البنجر مع الزبادي واضفنا لهم خميرة اربع مكونات وده نتيجة مبهرة 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 اللي حضراتكم شايفونه وما شاء الله لكم تقلب الله السبب طبعا هو رعاية ربنا لنا وفضل ربنا علينا وتسهيله لنا في امورنا فضل الله حضراتكم زي ما انا بقول كده هذا النوع الثاني من الموز النوع الثالث عملت مع حضراتكم كرات الاسمدة اللي هي حطنا فيها كرات فيها اشر موز وكرات فيها اشر وطاطس فيها اشر بصل فيها 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 اربع كرات خمس كرات وحطناهم وقلنا ما نخلي كله كرة لوحدها عشان المكونات تبقى سهلة في استبعادها وخروج العسارة يبقى قليل لما يكون كمية الاشر اللي انت حطتها قليل يبقى عندك عايز تعالى وريك وانا مجهز لسطحي عشان تقول انت بتعمل لنفسك على طول زي ما انت بتقول لنا انت بتجاهز لنفسك بصوا جماعة صلى الله عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصوا انا طالع طبعا انا بعد صلاة الفجر بطلع اروي نباتاتي هوري لحضراتكم وانا مجهز ايه عشان اعمله بصوا جماعة ده يا جماعة ده بقى يعني الساحر بتاع النبات فعلا يعني ده كشور وموس دي ده الساحر بتاعي على طول انا مجهز دايما الزخيرة بتاعتي على طول على السطحة بيبصوا حضراتكم سائل الزهبة هو مكونوا والشكارة شايفين حضراتكم كنت كشيفها عشان باخد منها على قدر الاستطاع حضراتكم لو مشيت بزرعة بفضل الله بفضل الله واخدنا مجموع خضر كويس والدنيا بقت ما شاء الله لك وقتل بالله زي ما حضراتكم شايفين كده وربنا يوسع علينا وعليكم جميعا يكون عندكم احسن من كده ان شاء الله رب العالمين حضرتك وصلت لمجموع خضري زي المنظر ده كده واصبح نباتك محتاج عناصر ممكن هتجيب لي هتضف لي في الحالة دية مجموعة من العناصر الصغرى بتتبعها في السيدليات هتقول له عناصر صغرى وهتضفها لي للنبات هتبقى رائعة للنبات هتضفها راي ولا رش حضرتك ممكن تستخدمها النوعين مفيش مشكلة عندك خالص عايز تستخدم سماد ورقي اقولك في مراحل النمو ولو حضرتك حابب تستخدم مركب كسماد ورقي ممكن تجيب لي NBK على البوتاسيوم وتستخدمه رش على الأوراق هيدي لك نتائج مبهرة فيه أثناء ما يكون المجموع الخضري قدام حضراتكم بالحجم ده عايز تستخدم بديل سماد مش كماوي ال NBK يا جماعة مش بالدرجة اللي احنا مقول عليها عايز تستخدمه ومش عايز تستخدم اي حاجة مش عايز تكلف نفسك هتستعمل لي الخميرة بس و يا جماعة رجعوا لفيديو اللي هو تفجير الخلية بتاع الخميرة ازاي تكون خميرة بطريقة كيميائية صحيحة تماما اسم الفيديو عندنا تفجير الخلية عشان نطلع مكونات الخلية البيت ناشر اللي فيها والهرمون النمو اللي فيها بطريقة حضرتكم ان شاء الله هتستفدوا منها بشكل كبير و ما تنسوش يا جماعة علبة وعجبكم فيديوهاتنا دايما تدعمونا باللايك واللي ما اشتركش اشترك معنا عشان يشوف الحاجات اذا كانت مفيدة لحضراتكم اتمنى ان هي يكون مفيدة نرجع لكلامنا لما كون المجموعة الخضرية يا جماعة و لقيت عندي خلاص ما شاء الله لكوة اللي بالله المجموعة الخضرية بقى كويس كده و زي ما حضراتكم شايفين ان خلاص النبات بقى دخل فيه مراحل التزهير او مراحل الاسمار كنت حضراتكم شوفتوا البيبينو ده طبعا احنا جمعنا خلاص البيبينو و شوفوا بقى لما ابدأ اجيب قبل الازهار دي هنتكلم على لو فيه سمار عند ازهار عند حضرتك لو انت لاحظت ان انت خلاص تخلت تعالى عملية التزهير و دي شكوة متكررة يا جماعة من اخواتي وحبيبي على القناة يقولك عندنا الازهار ما بتكملش عندنا الازهار ما بتكملش بص يا جماعة دي اسمال وسواس بتاع الزهرة اللي هتبقى ان شاء الله هتفتها لما حضرتك تلاقي نفسك داخل على المرحلة دي مرحلة دي لازم الاستعداد المباكرة يا جماعة بص كده الجزء اندوم خلاص هنطلع ازهار اوما دخل انصر ايه بقى في التسميد عندي انت هتلاحظوا يا جماعة ان انا ايدي دايما انشكلها اي ورقة خلاص كرابت على النمو انا بستعاصلها تماما من نباتي حتى طول ما انا بلف على الزرع بتاع ده طبعا البيبينو اللي حضرتك عارفينو والمزروع في الشبز اذا حضرتك اذا حضرتك لقيت نفسك داخل على التزهير ايا كان اي نبات فلفل بتنجان عنب عنب ايه العنب بيطلع عن ايد معلش عفوا الرومان اللمون كل نبات مزهر حضرتك هتدخل بقى عنصر التسميد اللي هو مين بقى اللي هو الفصفور لازم حضرتك تضيف للفصفور تجيبلي حمد فصفريك تجيبلي اي مركب يحتوي على السفور تجيبلي إميكك فيه انب كيفي فصفور تجيبلي اي مركب من مركبات اللي بتحتوي على فصفور هتلهه لي للنبات و رشه على النبات طيب لو حضرتك روح نتجيبه وجبته سائل من مكان ممكن يقولي ايه؟ انا عندبي فصفور بس الفصفور ده عليه مغنيسيوم بيده لك لونه احمر كده يا حبزة يا حبزة لو لقيت الفوسفور جاي عليه مغنيسيوم زي الفل وحضرتك هترشي لعى الازهار دي هتفرق معاك جدا 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 في ثبات الازهارة جماعة والبقاءها على الشجرة والسمار اللي هتيجي بعد كده هتبقى سبت طيب دخلنا بعد كده في مراحل بقى ان احنا بقى عندنا بفضل الله سمار بقى عندنا سمار نقوم ايه بقى لما يطلع عندك السمار زي يا حضرتك كده ماشاء الله انت شايفين يا جماعة احنا بفضل الله بفضل الله هذا من فضل ربي ستحنى بيحتوي على كل المجموعات اللي احنا بتكلم عليه ظهر عندك السمار زي يا حضرتك كده زي الرمان اللي عندنا ده بفضل الله شايفين يا جماعة الرمان يعني الواحد ياخد معاه صورة سيلفي شايفين شايفين الرمان يا جماعة مشاء الله لك وتقلب له شايفين الرمان عديه اهو ورا وفضل شايفين يا جماعة لقيت بقى حضرتك ظهر عندك الرمان ده او ظهر عندك اي سمار باشن فلفل اي حاجة اقول لك العنصر المهم جدا جدا بقى لما يظهر عندك السمار حضرتك هتضيف لي زنك مخلابي زنك مخلابي ابيض كده عمزة دي يا جماعة بتستخدمه رش رش على النبات هترش على السمرة دي هتعملك ايه في السمرة دي هتفتح الخلايا بتاعت السمرة وتعمل نمو لخلاياها هتديلك حجم ممتاز في السمرة وهقولك لو انت عايز السمرة بتاعتك تبقى طعماها مسكر وحلو التكة الصغيرة التكة الصغيرة لا هقولكو تكتين والله يا جماعة تكتين صغيرين في السمار لو حضرتك حابب ان السمرة يكون حجمها كبير ومعقول وكويس وحجم سمرة رائع حضرتك هتستخدم لي الزنك المخلابي رش على السمار هيديلك حجم سمرة هتتبسط منه جدا طيب لو انا عندي السمرة بتاعتي عايز سكار هيبقى كويس وطعم السمرة يبقى مسكر عندي زرع خوخ زرع تفاح زرع ببينوم اللي حضرتكو شفتوه واقولك على التكة دي برضا استخدم البوتاسيوم او انبيكع البوتاسيوم في المراحل اللي تكون عندك السمرة فيها هتاكل سمرة تعمها كويس جدا وابعد تماما 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 طالما طلع عندك السمرة ابعد عن حاجتيه التسميت بالنيتروجين بالذات الكمبوست هيغير لك طعم السمرة خالص هيخلي لك السمرة مش كويسة ابدا وما تستخدمش معها اي ناس كده وقولك استخدم لها هرومونات اوعى هتضيع السمرة وهتضيع نفسك فيها وهتعملك امراض خطيرة يبقى انت لازم لازم ما تستخدمش في اسناء تكون السمرة دي حضرتك ما هو هتستخدم لنيتروجين خالص عشان ما يغارش طعم السمرة طيب نرجع لكلامنا تاني في حضراتكو زي ما قلت لحضراتكو الفلفل ده كنت اعمل لحضراتكو فيديو عنه انا جماعكو بعد ما عملت الفيديو معاكو وده اللي بعد الجامع بص يا جماعة دي اللي بعد الجامع اهوة ما شاء الله ما شاء الله لا قوة تالى بالله اتمنى انه هو يكون ما شاء الله عاجب حضراتكو ان جماعنا هم كمية كبيرة جدا لجماعة منه واخدناها وشوفو احنا طالعين فين المهم حضراتكو لو وصلت للمراحل ان انت بقى عندك المنظر اللي انت حضراتك شايفو ده حضراتك هتمشي لعلى البرنامج اللي انا قلت لك عليه متتالي طيب اسمد كل قد ايه بقى يعني انا اسمد ادي دفع التسميت كل قد ايه بقى دفعة التسميد اللي حضرتك هدفها للزرع اللي عندنا على السطح انا بفضل التسميد الاسبوعي يعني ما بسيبش النبات خمس شهر يوم وعشر بتيام الارض المفتوحة بتختلف عن النبات اللي انا زرعه في السطح انا عنده طربة محدودة عندي مية مختلفة عن مية الحلوة اللي بتتروى من الترع فبالتالي انا لازم برضك اغير استراتيجية التسميد والرية بتاعتها ما عطش النبات اول لانه ما عندهوش بديل للمية غير اللي انت حضرتك بتدهاله ما اساش على النبات في التسميد لانه هو انت المصدر الوحيد لتسميده حضرتك سمد كل قد ايه زي ما انا قلت لحضرتك هتسمد لي كل اسبوع ولو تقدر قبل كده انا مفيش مشكلة عندي خالص يعني حضرتك لو تقدر تسمد كل تلت ايام سمد مفيش مشكلة والله العظيمة جماعة خالص التسميد وخاصة احنا شغالين تسميد اورجانيك يعني حضرتكو مفيش عنده في مشكلة فيه حضرتك لما تستخدم التسميد ده هيديلك فايدة اتمنى ان تكوني البرنامج بس صغير اللي انا اتكلمت مع حضرتكو فيه هيفيد حضرتكو في التسميد وبعد كده زي ما قلت لحضرتكو ستقولوا لي إن العنصر اللي انتمньون راتن تسميده حتى لو قصب tossب جماعة اقولوا لي عليه مفيش مشكلة وأنا اrodakましょう ان شاء الله في هذا التسميد ان شاء الله رب العالمين اتمنى ان يكون الفيديو ده لمفعل الحضرتكو موضوع التسميد بشكل Site وستفادتم منو على ما ان شاء الله رب العالمين Hir outro ver.진ah Radiragm.com عنفق اخوط طيارات هنا من بداية شاتله او من بداية بدره حتى حصاده شاكر لحضراتكم حسن استماعكم واتمنى ما كونش قطلت على حضراتكم واسف جدا جدا بس عشان معلومة تبقى متربطة مع بعضها والتقيكم في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله رب العالمين في قناتنا ارضينا على سطحنا احمد اوحشيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته